اشتركوا في القناة سواء أكان الأمر كذا أم كذا بهمزة الاستفهام مع أم الثانية سواء كان الأمر كذا أم كذا بأم وترك الاستفهام الثالثة سواء أكان الأمر كذا أو كذا بالاستفهام مع أو مكان أم الرابعة سواء كان الأمر كذا أو كذا بأو وترك الاستفهام الصيغة الأولى متفق على جوازها وسيبويه يرى وجوب العطف بأم ما دامت الهمزة موجودة ويرى جمع من النحويين جواز الثانية التي هي سواء كان الأمر كذا أم كذا والصيغة الرابعة جائزة لدى آخرين ومنهم سيبويه والصيغة الرابعة كما ذكرنا هي سواء كان الأمر كذا أو كذا بأو وترك الاستفهام وأما الثالثة التي هي سواء أكان الأمر كذا أو كذا بالاستفهام مع أو مكان أم فقد حقق بعض النحويين استعمالها وانتهى إلى الجواز خلافا لسيبويه وغيره فالأربع الصيغ على هذا جائزة وفي هذه المسألة يقول ابن مالك في الألفية وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية الخلاصة كل صيغة من الصيغ الأربع جائز والأولى أفصحها وبالله التوفيق